نظمت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنوالتا وجاءت الدورات التدريبية في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة ومكافحة الإرهاب والمخدرات تواصل وزارة الداخلية تقديم الدعم الفني والتدريبي للكوادر الأمنية من مختلف الدول لتحقيق الاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية في هذا الإطار نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنوالتا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة ومكافحة الإرهاب الدولي والمخدرات لتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية موسيقى مناعوطيس تحديد استفادة استفادة المنظمة المنظمة أمور أحب الوحيدات الفلسية أنتعون بلحفظة الوحيدات من المعنى بلحفظة العملية أتمنى أن أعطينا جدد من المعنى بسنة ورصة 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 ومعنى جدد من المعنى جدد من المعنى موسيقى 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 شارك في الدورات التدريبية 92 متدريبا يمثلون ٢٢٠ دولة أفريقية وخمس دول من دول الكومانويلس وتضمنت فعاليات تدريبية متنوعة وفق برامج تدريبية متطورة بما يكفل تنمية مهراتهم وقدراتهم الأمنية في المجالات ذات الصلاة بهذه الدورات تدريبية متطورة وقد أشاد المتدربون في ختام فعاليات الدورات التدريبية بالقدرات الأمنية المصرية بشريا ولوجستيا وبحرص مصر على دعم الأشقاء من مختلف الدول فنيا وتدريبيا في كافة مجالات العمل الأمني بما يمكنهم من الارتقاء بالآداء الأمني في بلدانهم كيف تدريبية متطورة؟ بلدانهم مرتبعة متطورة؟ ومتطورة مرتبعة متطورة؟ لأتمام الإنسان المصرح؟ للمستطورة أجيب المطرحة إفراميين جاعتها وما حصلت تتطورة للتحديد الوظيفة اللذي نحن نحصل على الهدفة ويجعلنا أن نضع أكثر من أشياء نفسنا تأتي هذه الدورات التدريبية اتساقا مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على تفعيل التعاون الأمني مع الدول الشقيقة وتبادل الخبرات من أجل سلامة وأمن هذه الدول اشتركوا في القناة